اشتركوا في القناة تواصل مملكة البحرين جهودها في التصدي لفيروس كورونا بعزيمة لا تلين فمنذ تسجيل اول حالة للفيروس في المملكة وكوادرنا الوطنية الطبية تعمل ليلا ونهارا للحفاظ على الصحة العامة لكافة افراد المجتمع وزارة الصحة جددت دعوتها للمواطنين والمقيمين بالتقيد بالاجراءات الاحترازية في هذه المرحلة الهامة من مراحل التعامل مع الفيروس بالتزامن مع تواصل الحملة الوطنية للتطعيم في ظل اقرار مملكة البحرين استخدام ثلاثة لقاحات امنة وفعالة لتعزيز الجهود الوطنية للتصدي للفيروس وشددت وزارة الصحة على ان تعاون المواطنين والمقيمين سيكون عنصرا رئيسيا في تحقيق الهدف المنشود من خلال الالتزام بالتعليمات الوقائية والتي من اهمها ضرورة الابتعاد عن التجمعات والالتزام بلبس الكمامة والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي والحرص على اجراءات السلامة التي اوصى بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ويعول على كافة افراد المجتمع ادراك اهمية الالتزام بكل جدية وعدم التهاون في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة والتقيد بتعليمات الفريق الوطني الطبي للحفاظ على قصة نجاح البحرين في التغلب مع الفيروس وصولا الى العودة للحياة الطبيعية